طيب في الحقيقة أنا عمري عمري ما فقدت الثقة في المجموعة الحالية في الفريق الأول لقررة القدم من نادي الأهلي ما فقدتش الثقة فيهم إطلاق إطلاق المجموعة دي بالذات سواء كلعبين أو كجهاز فني بالتحديد أنا يعني عشت معهم بطلتين كهاز عالم الأندية سنة النسخة اللي فاتت واللي قابليها فقربت بشكل كبير جدا من الجهاز الفني وشفت شغله عامل إزاي قربت بشكل كبير جدا من اللعبة وشفت تفكيرهم وعقليتهم عاملة إزاي وإزاي بيخلقوا لنفسهم دوافع فبالتالي رغم النتائج السلبية اللي كانت بالنسبة للنادي الأهلي على مدار ثلاث مباريات متتالية في بطولة الدور منهم هزيمة واثنين تعادل ما فقدتش الثقة إطلاق وواصق قوي قوي إن عدد كبير جدا من جمهير النادي الأهلي أيضا ما فقدوش الثقة في الجهاز الفني ولا في اللعبة مع وضع في الاعتبار إن أكيد كان فيه أخطاء وإن أكيد كان فيه تقصير في بعض النقاط على الصعيد الفني وعلى صعيد اللعبين حلو حلو لكن المجمل إيه في النهاية وزي ما قلت لحرادتكم من بارح إحنا مخسرناش أي بطولة لحد دلوقتي حتى ونتيجنا مش مستقرة في بطولة الدوري لكن إحنا مخسرناش أي بطولة وطبيعي قوي لما تيجي كده تقارن وتبص وتشوف في العالم كله أي فريق بطولة وأي فريق كبير في الدنيا كلها لازم بيحصل له دروب في نص الموسم لازم بتحصل إلا في النادر جدا يعني في النادر جدا يعني إحنا مثلا ما حصلناش دروب مع مستر مانويل جوزيف في 2004-2005 لما خدنا الدوري بدون ولا هزيمة وكنا حقا أنا مش عارف مش فاكر ساعتها 17 انتصار متتالي جيه مطش المصري هو اللي تعادلنا فيه بتقلق نادر السيد في هذا التوقيت وخدنا الشامبينز ليج الأفريقي وكنا حاجة جميلة جدا ما حصلناش دروب في الموسم ده في معادة ذلك كل الموسم أي فريق كبير في الدنيا بيحصل له دروب هل معنى ان انت يحصل لك دروب ان زي مطالبة البعض ان لازم يكون في تغييرات في الجزر الفني لازم يكون في وقفة ماللعيبة لازم يكون مش عارف ايه وطبعا انتوا أكيد بتشوفوا وبتابعوا بشكل كبير جدا كم الكلام اللي بيبقى كتير جدا 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 عن النادي الأهلي بعد ما يتعدل أو يخسر في المقابل في المقابل لما تيجي كده تبص على فرق تانية في الدور المصري رغم ان هما بيخرجوا من أفريقيا وبيخسروا بطلاق كتير لكن يجي يكسبوا ماتش واحد عادي اي حد يكسبوا تلاقي الدنيا قامت مع عددش وايه الجمال ده وايه الحلوة دي احنا لازم يا جماعة احنا احنا أبطال أفريقيا لازم نحس بنفسنا وبقيمتنا لازم ندفع عن فرقتنا وعن لعبتنا وعن جهازنا الفني نفسه حتى لو مختلف معايا او مختلف مع اي حد في النجاز الفني ده مثلا لازم في حاجات تتعدل لازم مش عارف الامور تبقى أفضل من كده كلنا عايزين الأفضل دايما لكن الشخصية فين المقاومات فين موجودة ولا لأ الامكانيات موجودة ولا لأ لا موجودة فاحنا احنا في نص نهاية أفريقيا وقربنا بنسبة كبيرة بإذن الله ان احنا نوصل لنهاية أفريقيا فلازم الناس دي تاخد حقها وحياخدوا حقهم أكتر وأكتر بإذن الله بعد مش بس ما نوصل نهاية أفريقيا لا احنا عايزين البطولة للمرة الثالثة على التوالي ولمرة الحداشر في تاريخ النادي الأهلي رقم غير مسبوك في أفريقيا غير مسبوك في أفريقيا فلما كنا بنكلم يقول شوية هدوء وشوية مساندة ودعم عشان واسقين في الرجالة دي واسقين في إمكانياتهم واسقين في الجهاز الفني واسقين في مستر بيتس موسماني واسقين أكتر وأكتر في الكابت المحنود الخطير رئيس النادي الأهلي واللي كان ليه دور كبير قوي ملموس وملحوظ والكل شاف على مدار الأيام السابقة بعد التعادل مع سيراميك لما قعد مع اللعيبة واتكلم معاهم وقالوا منش ده هو المنتظر منكم اطلاق مش ده اللي جمهوري النادي الأهلي عايزه وكلمات أكيد كانت مهمة ومؤثرة بالنسبة للعيبة بالتالي قدرنا ان احنا نشوف الشكل المغير تماما والصورة اللي احنا كنا نتمنى ان احنا نشوفها نشوفها عليها النادي الأهلي شوفناها مبارح 4-0 4-0 في دور نصف النهائي في مباراة الزبع على ملعبك مفيش أحسن ولا أجمل من كده سيبك بقى ايه النتيجة كبيرة وحلوة وزي فل الأداء كمان كان مقنع قوي كان ممتاز جدا بنروح حجون كتير الميزة كمان في مباراة مبارح ان انت قدرت ان انت تجيب أهداف من خلال نسب فرص أعلى او استغلت اكبر نسب من الفرص حولتها الأهداف بعد ما كان الواحد بعد انتهى الشيط الأول كنت الآن بصراحة كتبت حتى عندي على السوشيال ميديا على تويتر وعلى فيسبوك كتبت ان خايف من تكرار سيناريو مباراة الرجاء في القاهرة كان فيها حصل طرد في أحد لعبي الرجاء وكنا متقدمين واحد سفر وسهلة جدا فالحمد الله تفادينا هذا السيناريو وجبنا 4-0 تديك أريحية كبيرة ما حسنتش بس تديك أريحية كبيرة قبل مباراة الأياب في الجزائر وهي مباراة بكل تأكيد صعبة مع فريق محترم زي فريق وفاق ستيف كان أقوى أو من أقوى خطوط الدفاع في البطولة حتى مباراة الأمس فبالتالي كل التحية للاعبة النادي الآن أنا عايز أكدو طبعا للجهاز الفني بكرادة مستربيتو